وخلال فعاليات الندوة التثقفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد أهدى الرئيس السيسي تحياته وتقديره وتحياته وتقدير الشعب إلى أسر الشهداء الأبرار ونحن نحتفل بيوم الشهيد يجب هنا أن أشير إلى تضحيات أسر شهدائنا الأبرار إلى من فقدوا الإبن أو الأب أو الزوج أو الأخ إليكم جميعاً أهدي تحياتي وتحيات وتقدير شعب مصر على صبركم وتحملكم واحتسابكم فقيدكم عند الله سبحانه وتعالى ورضاكم بقضاء الله وقدره وأقول لكم أنتم في عقل وقلب مصر لن نترككم تواجهون الحياة وحدكم سنكون معكم في كل خطوة في كل خطوة تخطونها فإذا كنتم قد فقدتم فرداً عزيزاً غالياً من أهلكم فإنني أؤكد لكم إن مصر كلها أهلكم ودائماً وأبداً تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر